هلا والله طالبت من أن نجيب لكم اليد هذه وسمعنا كلامكم ولبنا ندائكم جبنا لكم الحين اليد هذه ثرست ماسترس أول شي خلال أكلم لكم أن هذه اليد خاصة لجهازة بلاي ستيشن فور وهي مرخصة رسميا من بلاي ستيشن يعني رسميا هذه اليد أصلية زي ما تقول وهم ميزا في يد الإسواب هذه أنك كتير تبدل بين الأزرار كيف يعني؟ يعني مثلا أبغل أن أنالوج هذا أشيله وحطه مكان الأنالوج هذا أشيله ما هنا وحطه ما هنا فيصير يتغير شكله اليد كله تتغير حسب ما أن تبغى تقدر تصمومها زي ما تبغى لأن تعرفون أن البلاي ستيشن والإكس بوكس العادي تختلف فيكون الأنالوج فوق والأنالوج تحت هنا على جهاز البلاي ستيشن مثلا أنت متعد على يد الإكس بوكس تقدر تبدل الأنالوج بكل بساطة تخليه مكان الأنالوج اللي موجود فيه يد الإكس بوكس وبهذا الشكل راح تلعب ألعابك وفيه ميزات كثيرة ثانية مثلا تقدر أول شيء تبرمج ألعابك فيها عن طريق تطبيق أو برنامج على البي سي مثلا أنت تلعب لعبة سيارات ومبرمج اليد هذه أنك تخلي زي الدركسون مثلا وتخلي أصدار هذا البنزين وهذا البريك أو الهندو بريك وزي كذا فهذا كله تحفظه في بروفايل خاص فيك تبدل هذا البروفايل بضغطة زر من تحت زي ما تشوف هذا الزر تضغط ضغطة واحدة يبدل لك البروفايل أنت تخلي بروفايل حق فيفا بروفايل حق لعبة سيارات بروفايل حق لعبة مغامرات اللي رايحك فهذا شيء مرة مميز ومرة ممتاز إذا أنت كنت لعب تحب تبدل بين ألعاب كثيرة وتحب يكون لك تحكم خاص فيك في الألعاب كلها وأيضا فيها أربع أزار إضافية تحت هذه تفيدك في ألعاب مثلا الشوتر تبغى زر مثلا يسوي لك العشق لك المسدس بشكل أبسط من الزر العادي فيعني فيه أكثر سختام تستخدمه برضو تخلي واحد بنزين تخلي بريك هاندو بريك تخلي واحد يطلق رصاص تخلي واحد ينقذ تسوي لي تبغى إذا تحتاج زارك أكثر تقدر تسويها هنا عن طريق التطبيق اللي يجي معاه وميزة رهيبة برضو أن الشركة وفرت ألوان وأشكال كثيرة ليد هذه كأكسسوارات تبدل فيها على راحتك فأنت تبدل هذه القطعة مثلا على الجنب أو القطعة الجنب الثانية أو تبدل أنالوج نفسها أو أزرار أو أي شي فيها إلى ألوان متوفرة من الشركة نفسها تقدر تشتري أكسسوارات خاصة فيها وتبدل على راحتك وهذه اليد تشتغل فقط على الـ USB ما راح تشتغلك عن طريق البوتوث يعني لازم تكون مشابكها طول الوقت على الجهاز أهم ميزة الموضوع هذا أنها بتكون لاقلس لأنه معروف أنه إذا كان اليد مشبوكة على سلك على الجهاز ما يكون فيها لاق أبداً لكن كان البلوتوث يكون فيها لاق بسيط احتمالية كثيرة هذه اليد فعلاً للبلايستيشن فور لكن أيضاً تجد تلعبها بالبي سي لو عندك بي سي تجد تشبك عم تلقي الـ USB على البي سي وتجد تلعبها وتسخدمها كأنك قاعد تلعب يد بلايستيشن فور على الجهاز يعني حال برضك تخصصتك الأزرار كل شيء يسير يشتغلك على البي سي على طول منهم ميزة اليد أن الأزرار فيها المثالة الدارة والمربع الأكس ميكانيكيل ميكانيكيل يعني كيف؟ مع أنه عندما تضغط الزر تكون سرعة الإستجابة جدًا سريع بحيث أنه عندما تضغطه لا يكون في لاق بالضغطة وحتى لو معاك هذه اليد هذي لا أستطيع أن تشاركوا مع هذه بالصدق أنه عندما تضغط الزر تشعر فخامة وتشعر فعلا كأنه شيء يدفك شوية شوية كذا فهذا شيء ممتاز حسا خاصة باللعاب التي تكون فيها لعب فاتين جيم تريد تطبق كومبو بسرعة تيكين سيتفايتر تشعر هذه تفيد ليد هذي كثير وهذا كان استعراضاً ليد الإي سواب برو كنترولر أعطونا رأيكم في تفتحات بالكومنت ما رأيكم فيها وهل هي توقع تنافس يد الإكس بوكس إليت ما رأيكم أنا شخصياً جربت الإكس بوكس إليت وجربت هذه اثنين هم فصراحةً كل واحدة لها ميزات خاصة فيها إذا تبعون نسوي فيديو ثاني برضو أسألكم مقارنة بين هذه وبين الإكس بوكس إليت أكتبوا تحت بالكومنت أسألكم مقارنة بينها وبين إد إكس بوكس إليت بإذن الله كما أعكف هذا الشيحة ياتيكم العافية مع السلامة